بما فيهم حمدين صباحي وبما فيهم كل هؤلاء الذين من المتصور أن يترشحوا الانتخابات الرئاسية لما يقول حمدين صباحي سيدي أو سيسي ده معناه أنه إحنا أمام شيء شديد القطورة شخصيات سياسية لا أعتبارها ولها وزنها بل وصفت كثيرا بأنها تشتاق لمنصب الرئاسة هذا الاتهام تحديدا وجه كثيرا للمرشح السابق حمدين صباحي ثم أنت تقول أن الرجل يفسح المجال للفريق أول عبد الفتاح السيسي في مشهد مشابه لمشهد الحج أحمد صباحي رئيس حزب الأمة عندما شارك في انتخابات أمام مبارك وأعطى مبارك صوته في تلك الانتخابات ما الذي يمكن أن ينم عنه هذا المجال؟ ألا يمكن أن يعزز من وجهة النظر الأخرى بأن الفريق السيسي هو فعلا الرجل المنتظر في المجتمع المصري لا هذا ينم على أن هؤلاء يعرفون تماما أنهم لن يصلون بأي شكل من الأشكال بصندوق الانتخابات هم فقط يصلون على ظهور الدبابات ومن ثم هم الآن يقدمون للسيسي مثل هذه الأمور ويحضرون لدخول خشبة المصرح حتى ينظر لهم السيسي بعين الاعتبار بعد ذلك في مصرحية عجلية خطيرة في هذا المقام عارف المصرحية بتاعت الزعيم يعني اللي هو بيأتي بيه كل هؤلاء ثم كل واحد بيأدي ضرب كلمتين لكن كله بيخدم على الزعيم هذه المقام